السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية واحوال تمة وبطبعات الحال مع اخر الاخبار واخر مستجدد اخواني اخواتي اليوم هدي نتكلموا على واحد الفضيحة رسالة فجرتها المعارضة البيروفية وهي دولة البيرو او رئيس ديال البيرو كيطلب برشوة من المغرب من اجل الاعتراف بمغربية الصحراء قمعي الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك تعالق ديالكم حول موضوع الحلقة والبرتاج وجزاكم الله خيرا ودائما نحن مستمرين في القضية المقدسة عند الشام المغربي العظم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا حزاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاشا من خنه ولا غالبة الا الله على بركة الله غدين دخلوا الصور بالموضوع وقد نبدأ برئيس اوكرانيا رئيس ديال دولة اوكرانيا في واحد الحوار دياله مع واحد الجريدة او واحد صحيفة سوهله على الاسلحة ديال الجو الحربية الاسرائيلية قال لهم راح طلبناهم من اسرائيل ولكن استغربنا وتعجبنا بزاف نظرا انها قالت لنا ما عندهاش ولكن تفاجئنا بعد مدة ان اسرائيل عطات هاد الاسلحة ديالجو الحربية للمغرب هنا اخواني اخواتي اللي ما كعرفوش بزاف ديالناس بالليل علاقة ما بين المغرب واسرائيل هي بعيدة على هاد الكلام الفارغ ديال التطبيع او المغرب تابع لاسرائيل او ان المغرب كتحكم اسرائيل ولكن اليوم المغرب راه هو اللي كحكم اسرائيل الصورة اللي امامكم هنا واحد الاحتفال ديالاسرائيليين احتفال ديني هنا مجموعة ديالاسرائيليين مراسم الاحتفال الديني كيدعيوه مع الملك محمد السادس حفظه الله امام الالف ديالاسرائيليين كيدعيوه مع الملك ديالنا الحبيب جلالة الملك محمد الصديق حفظه الله هنا العلاقة المغرب وإسرائيل رهاع علاقة تاريخية اخواني أخواتي الصورة لأمامكم هي الصورة المنتخب المغربي في الملعب الإسبانيول في برسلونة ضد المنتخب تشيلي هنا اخواني أخواتي إليك تلاحظو بالحضور للنجمة التومانية على الملصقات يعني النجمة التومانية للإمبراطوريا المغربية الحضور ديالها لافت في الملصقات التجارية حتى في لبانو يعني الحضور ديالها لافت وإلى لحظته يا الإخوان غياب يعني اللغة الفرنسية في الملساقات المغربية مدم أن المغرب هو المنظم ديال هاد المباراة وهو ما نختار إسبانيا هنا إخواني أخواتك نلاحظوا باللي النجمة ديال الإمبراطورية المغربية الحضور ديالها لافت كنشوفوا باللي اللغة الفرنسية غابت على هاد الملساقات المغربية إذن المغرب راه رجع كي ينتهي أو كي تتخلص من التبعية الفرنسية فرنسا إذن غير حاضرة وكذلك الإخوان غدي نشوفوا مدر آخر فيما يتعلق ماكرون ماكرون مشي الأمم المتحدة ولكن كانت واحد للفاضيحة من العيار التقيل ماكرون مشي يلقي الكلمة دياله يعني فرنسا غدي تلقي الكلمة ديالها وهنا إخواني أخواتي أي دولة عالمية دول عظمى من اللي كتبغي تلقي الكلمة ديالها كيكون الحضور يعني مجموعة ديال الدول كيبغو يسمعو هاد دولة شنو بغي تقول ولكن كذلك يختارو لمن غدي يسمعو ولكن الفاضيحة ديال ماكرون من اللي جاي يلقي الكلمة دياله كانت واحد الفاضيحة من العيار التقيل ماكرون لي جاي يلقي الكلمة دياله كان غياب لافت للدول يعني في هاد اللقاء هاد اللقاء ما كانوا شفيه الدول باش يسمعو شنو غدي يقول ماكرون هذا دليل قاطع لأن فرنسا رجع تلوزنا لها عالميا ودبه ماكرون الخبيت غدي عرف باللي قاعد اللي حتي الدهم على الكابرانات ودبه غدي انتقلوا الواحد تدوينه حطها فيصل القاسم اللي هو صديق المملكة المغربية وصديق المغربة هنا اختت التدوينه وفجر واحد القنبلة وقال عاش المالك وليسقط الرئيس هنا اخواني اخواتي فيصل القاسم تكلم على بلاد النفط وبلاد البترول وتكلم على الدول اللي عندها مملكة يعني الدول اللي كيحكمها مالك وعندهم النفط والبترول يعني الدول اللي كيحكمهم المملكات والسلاطين يعني في الدول العربية قالب اللي هاد الدول اللي عندهم سلاطين وعندهم ملوك بكتستثمر في البنية التحتية وعايشين باخر ويعني وفي احسن حال في حين الجمهوريات القومجية اللي كيحكمها العسكر اللي كيحكمها مجموعة من الفوشة لديال النظام ما زال شعبهم كيتزحم على الزيت ما زال شعب ديلهم كيتزحم على السكر وعلى الحليب وما زال كيموت بالجوع يعني حتى الغاز اللي متواجد عندهم في البلد ديلهم كيديروا عليه طوابير هنا مقال جميل جدا الاخوان وكنتمنى انكم تدخلوا وتقرؤوا هاد المقال ومن هاد المنبر كنقولوا تحية كبيرة للصديق المغري فيصل القاسم قبل الاخوان ما نمروا للموضوع الاخر وهو واحد الموضوع اللي هو مهم جدا ردي نشوف واحد تدوينة ديال زير فوت كيقول الجزائر ستلعب مونديال قطر 2022 ان شاء الله قولوا عني مجنون قولوا عني اهبل او احمق لا تسألوني عن الاسباب المهم اننا سنلعب المونديال احفظوا المنشور بتاريخ 21 ساعة 2022 ولكن الاخوان هذا ممكن نقولوا درهات التدوينة نشوفوا التغاليق نشوفوا شنو قالت ايمان بإذن الله الجزائر في المونديال كونوا على يقين وستحدث المعجزة ان شاء الله نشوفوا تحليق اخرى يا رب يا رب يا رب العالمين متمسكين بالامل حتى اخير دقيقة ان شاء الله يا رب وبإذن الله الاحد بالامل متمسكين الصراحة يا الاخوان هادو كيبينو على يعني واحد المستهوداني واحد الحماق واحد يعني ناز مرفوع لهم القلم وكما كان قولوا الف عقل واخير حاجة يقولوا هل هم المغربة لا يجيب لكم يعني الشفاء لا يشافيكم ودبا الاخوان غد نمروا الموضوع الاخير وهو موضوع مهم جدا فدولة البيرو قاتلك تطلب الرشوة من المغرب باش تعترف بمغربية الصحراء هنا واحد الرسالة فجرتها المعارضة البيروفية كتقول لوزير الخارجية البيرو ديالبيرو قال له الرئيس علاش اعلنته اننا كان اعترفوا بمغربية الصحراء هنا اجرى عليه من الوزارة واخواني اخواتي هاد السيد يعني الرئيس ديالبيرو قال له كي يطلب مكاسب مكاسب يعني من الاعتراف بمغربية الصحراء يعني ما خاصهمش يعترفوا بمغربية الصحراء هاكا كفابور لانه مو الفين يعني من الكابرانات كي ياخدو الرشاوي والشيكات والهيبات الرسالة ديالبيرو فيا كتقول بلي الرئيس تطلب من المغرب واحد الرشوة القدر ديالبيرو هوا مئة وخمسين الف طن ديال اسميدا باش یہعترفوا بمغربية الصحراء اما المغرب هايض عن الرشوة وامما يعودوا يا عزو بجمهورية الواهم وانما ما عطلهش هايض رشوة اذا هμοي الاعترفوا بجمهوريت الواهم دهو كانوا كي يضنوا بللي رابح هنا بحال الدولة الي هواك المغربا ما عندوش معاهد الابتزاز المغرب ما عندوش معاهد المسومات لا يكون sometهيش معهد المسومات هذي البصا amigos مع الدول ربح ربح فقط حنا لما شيدك الجار ليهوك اللي كيعطي الفلوس ديال الشعب الجزائري الفلوس ديال بيترول والغاز على حساب يعني تعترفوا بالجمهورية ديال وهم المغرب ره دولة متحتاج تعطي شي دولة اخرى باش تعترف بمغربيات الصحراء لان الصحراء في بلادنا الصحراء في ارضها ويعني والمغرب في صحراء ايه هنا نضي الرئيس ديال البيرو ومشاك يتصوض مع الكابرانات وهم بطبيعة الحال ما عندهم مش مشكل انهم يعطيوا الرشاو ويعطيوا الفلوس قاعدة للشعب الجزائري غير بواحد الاعتراف بالجمهورية الواهم المغرب ما عندوش مع هاد المساوامات الصحراء مغربية الصحراء في بلادها والمغرب في صحرائي ولا عزاء للحقيدين قد الحال الكابرانات اعطاول الرئيس ديال بيرو اللي طلب منهم وخرج الرئيس اعترف بجمهورية الواهم اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته